ترجمة نانسي قنقر خمسين يوما من قطع العلاقات مع قطر استهل الرئيس التركي جولته الخليجية كنوع من الوساطة والتي انطلقت من السعودية ثم الكويت انتهاء بقطر هذه الجولة تم وضع مسارها على طاولة برنامج موراء الخبر والذي يعرض على شاشة تلفزيون البحرين حيث تناول أبعاد هذه الجولة وانعكاساتها على المشهد العربي ككل وفي بداية الحلقة اتجه النقاش نحو الأسباب التي دفعت تركيا للتحرك والتي عبرت عنها ضيفة الحلقة الكاتبة السياسية سوسن الشعر مؤكدة ان السبب وراء زيارة اردوغان هو للاطمئنان على المصالح التركية في الخليج تركيا لها مصالح حالها حال اي دولة اخرى لها مصالح في المنطقة كدولة تبحث عن صفقات تجارية تبحث عن تحالفات سياسية تبحث عن اتفاقات امنية تركيا لها موازين تجارية مع كل دول المنطقة لا تريد تخسرها الازمة القطرية الخليجية خافت ان تأثر على هذا الموازين يعني هي قطر الآن مع دول مجلس التعاون في تبادل تجاري بينها وبين تركيا بسبعة عشر مليار دولار واستمر الحديث عن المصالح التركية وفي مداخلة للدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للامن والسلام علق قائلا ان هناك مصالح تركية مع الخليج اكبر من مصالحها الحزبية مع قطر هناك مصالح الحقيقة كبيرة للاتراك مع المنظومة الخليجية اكبر من مصالح الاتراك الحزبية مع دولة قطر لذلك هو يريد ان يتحرك خصوصا ان هناك ركود امريكي واضف الشليمي ان طول مدة الازمة هو ما فتح المجال لدخول لاعبين اخرين على حد وصفه طول مدة الازمة جعل هناك لاعبين اخرين يودون المشاركة ليس لحل النزاع وانما لادارة النزاع ووجود تأثير لهم في عملية هذا النزاع وايضا وجود مصالح لهم في خلاف مثل هذا كل الدول تريد ان تتدخل لكي مستقبل ان تكون لها اوراق مثال الاتراك الان لهم قوات ارضية بسيطة في قطر ولهم تواجد سياسي ولهم دعم اعلامي لاخوة في قطر ولا يخفى على المتابع معالات الازمة القطرية عندما ارسلت تركيا قواتها الى الاراضي القطرية تفعيلا للاتفاقية التي وقعت بين البلدين وبهذا الخصوص علقت الكاتبة سوسن الشاعر عن اتساع الاتفاقية من مجرد اتفاقية تدريب وتصنيع الى انشاء قاعدة عسكرية كانت الاتفاقية بين قطر وتركيا مجرد مش قاعدة كانت اتفاقية لتدريب ولتصنيع لما صارت الازمة على طول افتحت خط قطر مع التركيا ان ليش ما تكون قاعدة يعني البلان ما كان فيها الخمس تلاف هذي اللي راح يونحين هاي استجد فيما بعد عشان شذي بسرعة اردوغان رحق البرلمان التركي وقال اقروا هذه الاتفاقية بسرعة اللي تسمح بتمدد وتوسع صلاحية الاتفاقية بما يتيح لها ان تكون فيه هناك قوات تواجد اسكري اوسع من مجرد التدريب فهذه فرصة بالنسبة حق تركيا حق اي دولة انت تتقولها تعال حطي لي حطي لتش قاعدة في دولة فرصة المال راح تفوتها دوافع الجولة التركية لم تكن للدفع في حل ازمة قطع العلاقات كما اشار المحللون والمراقبون بل ان الرئيس التركي اراد الاطمئنان على المشاريع والصفقات التركية الخليجية المشتركة والتي تقدر بمليارات الدولارات